يمكن خليني هبدأ الأول طبعاً بدكتور محمد دكتور محمد جامعة الجلالة والتعليم في الدنيا مش هقولك بقى أوجه المتشابهات إحنا فين دلوقتي من نظم التعليم الجامعي قدام العالم إنت ابتدت بداية صحة قوية لما قلت لا إحنا مش لازم ننبهر أو يبقى إيه ده هي جامعة دي موجودة في مصر لأ وفخانة الرئيس قالها قال أنا هوريك وجامعة مش موجودة غير في مصر صحيح هي جامعة الجلالة إحنا الحمد لله يعني إن إحنا يبقى معانا شركات مع جامعات على مستوى العالم من أكبر الجامعات على مستوى العالم ده يدل على الثقة اللي إحنا بنعملها على التعليم بتاعنا على أولادنا على أسات زيتنا على الإدارة بتاعتنا كأداريين موجودين داخل الجامعة فالحمد لله إحنا كومبيتنج الولاد هم اللي هيتكلموا مش أنا تجربتهم إيه اللي هم بيحسوه داخل الجامعة الفخر بتاعهم إن هم داخل جامعة الجلالة لما حكي بقى معاك أريزونا ستيتي نوفيرستي نمرة واحد في الانوفيشن في الابتكار على مستوى أمريكا واحدة من أحسن مئة جامعة على مستوى العالم معاك 15 أستاذ من جامعة هوروشيما طلبة بتوعك بيسافروا رومانيا وانجلترا وجنوب أفريقيا واندونيسيا وبيبقوا حاجة فخر هناك والناس يكلموك يقولك إيه ده؟ إيه التعليم ده؟ لما الشركات اللي أنت بتبعت ولادك فيها يتعلموا ويعملوا الانترنشيبس وتلاقي حد ما اتصل أو جايلك ويقولك لا على فكرة ده نظام تعليم مختلف الأحلى بقى من كده لما يبقى حد طالب من الطلبة اللي رايح واحدة من الجامعات في انجلترا وده في مكتبي لسه من أسبوع ويخش عليك ويقوله هيك بصراحة أنا مريت في الجامعة وشفت الجامعة اللي أنا كنت فيها لأ فارق شاسع أول مرح جامعة إيه؟ مش هقول بقى هاني في الفصل؟ هقولها إليك فده حاجة فعلا تبين ان احنا فعلا الحمد لله ماشيين مش معناها ان احنا الأمور كويسة قوي لأ عندنا حاجات للتحسين طبعا عندنا طموح لسه في حاجات كتيرة بنستكملها عندنا خطط مستقبلية عندنا عوائق بنحاول نتغلب عليها فهي الصورة مش وردية عمر ما الصورة هتبقى وردية لأن دايما عندك هدف عايز توصله وكل ما بتوصله في الهدف اللي بعديه وعندك أجيال بتطلح والولاد دول لو احنا ماش كوبن مع تفكيرهم وطريق التفكير ومحلسك انا بنتكلم لأ لهم طريق التفكير وجنيريشن أكس وجنيريشن زي والعالم كله تحت قديهم بدوسة موبايل يبقى احنا لازم كمان مش هينفع أعلمهم قعدهم قدامي كده وأقول ألف به لأ صح ده لازم يكونوا نزلين الفيلد لازم يشوفوا إيه اللي بيحصل كل ده بأساد زي لازم يكونوا متدربين جاي من أماكن مختلفة فلازم تكونوا بتعملهم تدريب جهاز إداري فاهم هو بيعمل إيه في نفس الوقت الدعم بتاع الدولة لا ننكره كمان المجتمع المدني حواليك ولما بيقتنع بيك ويبتدي يديك منح المنح دي مش هاتيجي طبعا فيه منح لأن الناس كلها تقولك جمع أهلية كولية أمرة شجع المنح قوي طبعا بس المين للمتفوق اللي يستحق هو منح أعمال على بطال كده لا ما فيش حاجة اسمها مع البطال على بطال